اهلا بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية تحدثنا عن كلمة الكلالة والتغيير اللي حصل في مصحب بريزين وبيتروبوليتانس ثم بدأنا الحديث عن تغيير آخر في نفس المصحف من كلمة صلالة إلى صلصال وما لاحظناه هو اختلاف علماء الإسلام في مفهوم الصلصال لكن هناك إجماع على أنه طين أو تراب بموجب لآي 11 من سورة الصفات وآل عمران 59 وبالرجوع للكلمة الأصلية صلالة عند ابن منظور في لسان العرب نجدها بمعنى الصوت وهذا المعنى لا يوافق الآيات الأربعة 26 28 33 من صورة الحجر والآية 14 من صورة الرحمة لمحاولة فهم الكلمة يجب الرجوع لباقي الكلمات بعدها وهي حماء وعبارة من حماء تعني أن هذا الصلل هو من حماء والحمأ في تفسير علماء الإسلام هو الطين وهذا الطين أسود ولازب ورطب ونتين كما شفنا في الحلقة الماضية لكن لم نخرج من تأثير الآية 11 في صورة الصفات على تأويل الكلمة والتدقيق في المخطوطات القديمة نجد نجد عدم وجود لمكان الهمزة في هذه المخطوطات وهذا ما أكده المتخصصين في علم المخطوطات القرآن القديم يقول على سبيل المثال الدكتور طيار آلتي قولاج عن مصحف طوب كاب ساراي ليس هناك مكان للهمزة في أي موضع من المصحف يقصد هاش اس اربعة واربعين سلاش اثنين ثلاثين ويخبرنا أبو عمر الداني في كتابه المحكم أن الهمزة من اختراع الخليل بن أحمد الفراهدي المتوفى سنة سبعمائة أستوثمانين ميلادية وكلمة حامى في اللغة الأرامية معناها حار صاخن ومتقد وبهذا جاءت في آخر صورة القارعة نار حامية أما كلمة مسنون يقول علماء الإسلام معناها متغير تراب مبتل مصبوب مصور والنتيجة دائما تأثير الآية 11 من صورة الصفات على تأويلاتهم أما إذا رجعنا للغة الأرامية نجدها مصدر من مصدر ميمي من كلمة سنين ومعناها مغربل نظيف نقي خالص كما يوجد في كتاب منة أو قاموس منة وهنا نفهم أن هذه المادة التي يتحدث عنها النص كالذهب صهرت لتصفيتها وتنقيتها من الشوائب وبالرجوع للكلمة الأصلية التي نحن بصددها فهي طبعا صلالة نجدها في اللغة في اللغة السامية تعني نظيف نقي صافي وكذلك في اللغة المندائية تعني ناصع صاف رائق والنتيجة تصبح أن الله خلق الإنسان من شيء طاهر نظيف نقي صافي وهذا ما يوافق الآية في صورة التين التي تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الطين أو التراب نقي صافي طاهر وهذا بعكس ما دهب إليه علماء الإسلام طين نت والسؤال مطروح كيف عرف علماء الإسلام أن هذا الطين نت وخاصة أن البعض منهم تنبه لهذه الإشكالية كالساب المثال كالطبري في تفسيره للآية 14 من صورة الرحمن فقال فشبهه تعالى ذكره أي الصلصال بأنه كان كالفخار في يبسه ولو كان معناه في ذلك المنتن لم يشبهه بالفخار لأن الفخار ليس بمنتن الإشكالية هي أن علماء الإسلام تأثروا بالآيتين في صورة الأعراف الآية 12 وصورة صاد لآية 76 قال يعني إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بمعنى أن إبليس احتقر الإنسان لخلقه من طين فزادوا هم علماء الإسلام في طين بلى عندما قالوا عليه نتن دون مراعاة الآية في صورة التين التي تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم خلاصة القول أن عبارة ولقد خلقنا الإنسان من صال من حمى مسنون كما هو في أصل المخطوطة معناه أن الله خلق الإنسان من شيء صافي نقي طاهر ويقصد به طبيعة الحال الطين الصافي الناقي الطاهر فموضوعنا الأساسي في هذه الحلقات هو المخطوطات القرآنية القديمة والتاريخ المبكر للإسلام ولهذا نرجع الآن للجزء الثاني من مصحف بريزينو بيتروبوليتانوس مع مخطوطة مارسيل 18 وقد أشرنا لها في الحلقة السابعة وقلنا موجودة في مكتبة الوطنية الروسية سان بيترسبرغ تحت رقم علمي مارسيل 18 وهي تتكون من 26 رقعة قريبا سوف أقدم كتابا عن هذه المخطوطة تتكون أي هذه المخطوطة من أربع كراريس وهي الكراسة الأولى من الأنفال 25 إلى توبة 66 أي من الرقعة الأولى إلى الرقعة السادسة كذلك الكراسة من المؤمنون 15 إلى القصص 28 يعني من الرقعة 7 إلى الرقعة 23 كذلك الكراسة من الروم 58 للقمان 23 يعني من الرقعة 23 إلى الرقعة 24 وأخيرا الكراسة الأخيرة من الواقعة 53 إلى الحديد 26 بمعنى من الرقعة 45 إلى الرقعة 46 سميت بهذا الاسم لخروجها من مصر في بداية القرن التاسع عشر إلى فرنسا على يد المستشرق الفرنسي جون جوزيف مارسيل وبعد وفاته انتقلت هذه المخطوطة إلى ملكية إحدى الورطة فباعتها للحكومة الروسية عن طريق الدبلوماسي الروسي بباريس وهو المستشرق نيكولاي فلاديميرو فيتش خانيكوف وبذلك انتقلت المخطوطة من باريس إلى سان بيترسبورغ بروسيا سنة 1864 في هذه المخطوطة سوف أكتفي بتقديم مثالين أو ثلاث على هذه المخطوطة ودراستهما نأخذ أولا رقعة في هذه المخطوطة ونبدأ بكلمة فرقان في الآية 29 من صورة الأنفال لماذا هذه الكلمة؟ لنبين أصلها اللغوي وكذلك الكلمات الأساسية في النص القرآني بصفة عامة ككلمة قرآن نفسها أو مصحف صورة آية الكلمة فرقان قال عنها مجموعة من المفسرين أي مخرجا نجاة نصرا وعن ابن إصحاق معناها فصلا بين الحق والباطل فكل هذه التفسيرات اعتمدت على سياق الحديث ونجحت في الوصول للمعنى الإجمالي إلا أنه تركوا نقطة مهمة ولمعرفة المزيد عنها انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة